افتتحت في العاصمة الفرنسية بريسا عمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بحضور رؤساء وفود الدول الأعضاء بالمنظمة حيث فازت مملكة البحرين بمنصب نائب رئيس المؤتمر العام بموافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم بأن ما يتم يعد تأكيدا واضحا لمكانة مملكة البحرين على الصعيد العالمي بعد أن نالت موافقة جميع الدول على هذا المنصب للمرة الثانية على التوالي حيث سبق وأنفازت البحرين بمنصب نائب الرئيس للمؤتمر العام في دورته السابقة السابعة والثلاثين حيث أشار النعيم إلى أن هذا الإنجاز يعتبر تقديرا للجهود المثمرة التي بذلتها مملكة البحرين والسمعة الطيبة التي وصلت إليها في هذه المنظمة الدولية العريقة بفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة وخلال المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو أشار الحضور إلى ما قامت به المنظمة في الفترة السابقة والإنجازات التي تمت على الصعيد العالمي والدور المطلوب منها في المرحلة القادمة لتحقيق أهدافها الإنسانية الجدير بالذكر أن المؤتمر العام يعتبر السلطة الأعلى في منظمة اليونسكو حيث يقوم بتحديد سياسة المنظمة والنهج العام الذي ستسلكه ويبت المؤتمر العام في البرامج التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي لا شك أن فوز مملكة البحرين بمنصب نائب رئيس المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الجديدة يؤكد ما وصلت إليه مملكة البحرين من تغدير لدى المجتمع الدولي بفضل ودعم توجهات الغيادة الحكيمة التي تحرص على تواجد مملكة البحرين في الساعات والمحافل الدولية وصول البحرين لهذا المنصب أيضا وترشيحه وموافقة الدول على أن تكون نائبا لرئيس المؤتمر العام عن المجموعة العربية يؤكد إنجازات مملكة البحرين على صعيد هذه المنظمة العريقة ويؤكد أيضا الجهود الكبيرة التي بدلتها حتى استطاعت أن تكون